عرفون من هذا الشاب الوسيم؟ الجزائريون ربما يتذكرون هذه الصورة لأنها لرئيسهم عبدالعزيز بوتفليقة هذه الصورة كانت تتصدر مدرجات القاعة البيضوية عندما أعلن حزب جبهة التحرير ترشيح الرئيس لعهدة خامسة لكن الإعلان من بوتفليقة عن ترشحي جاء عبر رسالة مكتوبة أذيعت ونشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية يقول فيها لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخفي هذا يوما عن شعبنا إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني واستجابة لكل المناشدات والدعوات ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى أعلن اليوم ترشيحي للانتخابات الإعلان الرسمي جاء في اليوم التالي لتجمع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالعاصمة ومهرجانات خطابية تطالب الرئيس فقط بالاستمرار بالحب نتمسك بالاستمرارية لاستكمال المسيرة نتمسك بالاستمرارية لاستكمال المسيرة الرئيس بوتفليقة ابن عصيل لجبهة التحرير الوطني وهب العمر وما يزال يهب لشعبه ولبلاده فما أشتره بمواصلة القيادة بعض التعليقات كان فيها خيبة وصخط وأخرى كانت مؤيدة هذه بعض ردود الأفعال عبر وسائل التواصل وخاصة فيسبوك حفيظ دراجي يقول ترشع بوتفليقة بالمراسلة دون مشاهدته ولا سماع صوته هو سابقة تاريخية لا مثيل لها ولن تتكرر في حياة البشرية لذلك لا يمكن السكوت عنها وإلا سنصبح متواطئين مع الجماعة في اغتيال الوطن أنيسة حدسونة تقول موقف بوتفليقة يثير الرثاء في ضوء استغلال المحيطين به ترشيحه لولاية رياسية خامسة وهو في سن الثاني والثمانين هذا موقف يتنافى مع الكرامة الإنسانية بسبب صحته نينا غزال تقول نحن على الأقل الأمل قائم أنه لم يبقى للرئيس مثل الذي فات من عمره قبل أن يودعنا شوفوا أنتم اللي عندكم السيسي وغيره ما زالوا في عز أيامهم منما أبو أصيل يقول حتى صفة الترشح محسوبة فبوتفليقة الذي كان دائما مرشحا حرا صار مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لأنه في حالة الوفاة قبل يوم الاقتراع لا قدر الله يحق للحزب الذي رشحه تقديم بديل عنه الصورة الأكثر تداولا بين الجزائريين هذه الأيام هي هذه الصورة التي تظهر بروازا عليه صورة بوتفليقة وهو ينتخب لأنه ربما غائب من سنوات تنوب عنه صورته في كل التجمعات والمناسبات العامة يلتف حولها مؤيده وأنصاره البعض يكرمها بوتفليقة لم يخاطب الجزائريين منذ نحو سبع سنوات فهو مصاب بجلطة دماغية لا يقوى على الحركة فقد قوة صوته باته يستخدم مايكروفون مزروع ربما في حلقه لا يحرك يده إلا بالصعوبة ولاية بجعية شرق العاصمة شهدت اعتصاما مناهضا للعهدة الخامسة انتشر فيديو وعتبره البعض انطلاقة انتفاضة بينما كان في الحقيقة هي تظاهر محدودة جدا جدا هنا صورة من صفحات ولاية بجاية تدعو لمظاهرات في يوم الجمعة القادم منظمة العفو الدولية نددت اليوم بحكم صدر بالحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على الناشط الحاج جرمول بتهمة المساس بالمؤسسات العامة ما الذي تفعله صورة في فيسبوك تظهر فيها مثلا شخصا يحمل هو هذا الذي فعله يعني تحمل لافتة تعارض الترشيحة بوتفليقة لعهدة خامسة قبل أسبوعي